السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا في نائب داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر الديزيد اليوم الحصات تعنا وانا غادي نتكلموا وين بالماضي يعني على المنتخب الوطن الجزائري وين بالماضي يجرد محرز من شرارة القيادة وهذا هو خالفة عوية يقول لك بالنصر حسب آخر أخبار يعني يقول لك بالنصر نحن المهم لعب لي يكون حاضر لي يكون مهزة ما بانتشي هذه أقاويل فقط وين محرز المرحلة اللي رأي يفوت فيها يعني ما يحتاش باش نزيد ونكملوا عليها يعني ما يحتاش باش نزيد ونكملوا عليها مرحلة اللي رأي يمر فيها مشيك يجي هنا تقلعنا الكابيتان تعو اللي رأي يخليها مشوفهم صار ولا يقلعوا كابيتان صارح ما يقلعوا هلوش ما غاليش يقلعوا هلو عزم شوية احتراب مشوفهم صارح ما يقلعوا فيه هناك محرز قيادة من قيادة المنتخب الوطع الجزائري هناك في أفريل كيف كان على بلهم؟ وكيف ناش كانت على بلهم؟ كيف؟ خاتش محرز في الفيستير وفي التينار كائن إعلاميين اللي كانوا فماك على بلهم ويسترعهم على بلهم ويسترعهم كيف كان على بلهم؟ في التينير بكملة البرتيات الخاميرون كلش على بلهم ويسترعهم أنا أقول لكم أنتم تحزبوا بلنا نحضروا غيهاكا كما نحل اللي قلت لكم في أفريل باللي محرز غادي قلت لكم بلغ واحد ثمانين بالمئة ما يكونش في المنتخب الوطني في التربوسلية جاي تعجوان اللي لعبنات روامات تلكم بلغ غادي ما يكونش خرجوا ناس ونتايا أشياء تكون ونتاوين على بلك ناس سمعت هادرة في الفيستير محرز وشهدر بلك يعدل على القرارتها بلك يعدل على القرارتها أصحيك بلك يعدل على القرارتها وهذا خسارة كبيرة محرز هذه هي وإن أفات التقارير الإعلامية بأن الناخب الوطني عن وجهة توجهه لتجريد اللعاب رياض محرز من شارات القيادة للخذر وأوضح الذات المصادر بأنه قرار المدرب بالماضي راجع لوضعية التي يتواجد عليها محرز مع فريقه من شيستر سيدي لكن لا تريد أن نضع سيديه محرز كبيرة ويجب أن ندعمه يجب أن يتلقى الدعم يجب أن يتلقى الدعم يجب أن يتلقى الدعم ويجب أن يأتي هنا ويجب أن يضعوا الدعم وماذا نضعوا الدور اللعبة نعطه مش الدورة اللولة نعطه لا وكذا غيابي في فترة آخرة عن منتخب بداعي الإصابة وهي القضية التي أخذت كثير من غلاط في الشارع الرياضي كما يبحث بالماضي في قراره هذا التجديد دماء وروح في الفريق يمنح شارع القيادة لمن يتمكن من تأثير في الروح المجموعة وتشير بعض الأصداء لترشيح اللعاب إسماعيل بن ناصر خاصة وأن كوادر الفريق في وضعية صعبة لطالما وأن بعضهم لم يتمكن من بعد إيجاد فريق في صورة بولحي في غولي فيما أن سليماني لن يعتمد عليه كأساسي ويأتي هذا في وقت الذي ستعرف قائمة نهائية عودة المهاجم نادي نيس الفرنسي أندي ديلور وهو الذي فتح صفحة جديدة مع الناخب الوطني جماب الماضي بينما يأمل الجميع في رؤية رياض محرز الغائب عن آخر تربص تحضيره بسبب معانته من الإصابة ولو أن هناك من تحدث حول إمكانية اعتزاله وهو في انتظار تأكيد ذلك خلال معسكر 19 سبتمبر من خلال تواجده على رأس القائمة العناصر المعنية بخوض وديتين غينيا ونيجيريا ويتابع الناخب الوطني عناصره عن كثب مع بداية الموسم الكروي الجديد فهناك من هو راضي عنه في صورة ما يحدث مع الحارس أنطونيو ماندريان متألق مع كانت فرنسي ومتوسط الميدان اسماعيل بن ناصر لتوهجه مع ميلو وكذلك المدافع الأيصر لنادي بولوسيا جلالبيخ الألماني رامي بن سبعيني بينما يبدو بالماضي قالق على عناصر أخرى في شكل قائد رياض محرز الذي يؤاني مع السيتي فضل عن عيسى ماند الذي لم تتحسن وضعيته مع فيا رياض الجديد يريد أنه بالماضي متواجد بقطر رفقا يعني على أن يحل بالجزائر مع اقتراب موعد انتلاقة ربوس للشروع في تحضير لوديتين غينيا ونيجيريا ده المهم قد نقوله باللي المنتخب الوطني الجزائري وننتظره في القائمة أنا شو غينيا غينيا نيجيريا والله ما عاطيها أهمية والله ما عاطيها أهمية أنا راني نحوس على القائمة حوس على القائمة كيفاش غادي تكون هذو الحاجة تحت تجديد هذي وهذا السوالح هذو راني نقارعوه ونشوفه وخير أنا ما نكذبوش على روحك كذب على روحك فانو بطمك هذه هي لازم نكون لازم كيفاش نقوله لازم يكون المنتخب الوطني يكون فيه استقرار لعابين أنا نقولها لك ونعاودها لك يا صيب الماضي ما دامك التباق على الخاليج تتفرجنا في الخاليج وناوي تجيب الخاليج أنا يا صيب الماضي لازم لك سبعين بالمئة لازم لك سبعين بالمئة لازم تخليت لازا تعال لعابك من هذه القائمة لازا عندك شو محرز عندك بالناصر عندك ماندي الاخرين قارجيتي ساييك الاخرين عصرون ما عندك ما تزيد ها نظروا وخينوا يا قنت الناس تعطوا لك وكوين كوين 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 بادي لغير يوجد الجديد عودة ديلور هاولي وقتون ما ذهمناش والله ما ذهمناش والله ما ذهمناش المستوى الأول ننتظروا البطونة الخضر الضوء الأخضر من الاتحاد الفرنسي يعني شكون هو السبب بأن أصغرها ا Laura T�baniiller تقسر مرات على المناسيرين بات تربيص الجاي إسم والاخرين اخ져 واخرين على تريطسنا صبعه التشكيله تشكيله مابحي استقرار تشكيلها فيها استقرار كنقولوا لكي ماغ ما نجل أنت غانا مناصرة على منتخب وطني لازم تتهموها لي بيثهمة لي بيثهمة لي بيثهمة ما يعني بيثهمة منتخب وطني نحوصنا استقرار نحوصنا على المستوى الأول خاتش على يو إفريقيا راح تطورت صاحب تطورت أنت توقف قدام السيني قالوا والله ما توقف هذي لي كيب والله ما توقف توقف قدام غانا والله ما توقف مصر 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 والله ما تربح بوركي نفاصوا بنا نعتنا دوزي ميكي بتاح المالي لا تربح انظروا أنظروا لكم كيف محافظة؟ لدينا ربنا هناك لم تدخل قالت أنهم هناك ومن المفعلتون في بعضنا ستعبتون ستعبون في فربي كانت لعملنا بركينا فاسو كانت لدينا باستخدام اللي شركت بها في الكوب داخل قسموا لكم بالله العليا العظيم لا نربحونها ألي روتون لا نربحون لا نربحون ألي روتون وستحقون الكاميرون في الحزاقة وهناك هناك معهم ويجبنا على الحزاقة محمد ويجبنا على الحزاق وفي حالي من يمعهم ويجب أن يقول لكم ما تزعبوا لا يزعبوا لا يقولوا بها قلوا هل قادوحا لم تنسوا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا